وزارة العمل تضع خمسة وثلاثين شركة كبرى ومتوسطة تحت الملاحظة الجهات الحكومية تصرف للمقاولين أربعين مليار ريال من مستحقاتهم المتأخرة أحييكم مشاهدين وأهلا بكم في الفترة الأولى من برنامج أموال ومسارات سوف نبدأ بالصورة العالمية لأن الأحداث والعالمية تؤثر على أسواق المنطقة والسوق المحلي بالتالي مشاهدين إذا نظرنا إلى الأسهم الأمريكية طبعا أغلقت هذا الأسبوع على تراجع طفيف بعد أن افتتحت كانت على مستويات قياسية بالتالي هذه التراجعات والارتفاعات القياسية نشهدها على الأسهم الأمريكية بعد فوز ترامب خاصة الشركات الصغيرة التي ارتفعت بقوة نتيجة أن سياسة ترامب هي نحو ضخ المزيد من الإنفاق الحكومي وعد بأن يضخ تريليون دولار على البناء التحتية أيضا سيرفع القيود المالية والبيئية وهذا سيحفز النمو الاقتصادي وهذا ما فتح المجال أمام المستثمرين نرأو أن الشركات الصغيرة التي تعتمد بإراداتها على الاقتصاد المحلي الأمريكي هي فرصة للاستثمار بتلك الشركات لماذا؟ لأن سياسة ترامب هي مبهمة أو غامضة حول التجارة بالتالي هو رح يفرض قيود على الواردات الأمريكية ورح يدعم الصادرات الأمريكية بالتالي شهدنا هذا الإقبال بالتالي مع سياسة ترامب وضخ المزيد من الإنفاق الحكومي الدولار عم يرتفع لأعلى مستوياته في 13 عاما أمام سلة من العملات الرئيسية هو حقق أعلى مستوياته في 20 شهرا منذ مارس أذار 2015 في ظل كما ذكرنا إدارة ترامب حول دخل مزيد من الإنفاق الحكومي خفض الطرائب كل هذا سيؤدي بالتالي إلى ارتفاع التضخم ارتفاع التضخم هذا بيؤدي إلى دفع الدولار أيضا توقعات برفع أسعار الفائدة صارت أكبر توقعات برفع أسعار الفائدة الشهر المقبل في 14-15 من ديسمبر كانون الأول سمعنا تصريحات جانتين ييلن كانت يوم الخميسة سوف تستمر ولايتها في عام 2018 وقالت أن موعد رفع أسعار الفائدة أمام لجنة في الكونغيرس بات قريبا لكن لم تلمح عن التوقيت لم تلمح أنه سيتم في هذا التوقيت في 14-15 من ديسمبر كانوا الأول أنه سيتم رفع أسعار فائدة في ظل وجود إشارات ارتفاع معدل التضخم تحسن نمو اقتصادي نتحدث عن بيانات اقتصادية إيجابية سمعناها عن إعانات البطالة الأمريكية التي تراجعت في أدنى مستوية منذ 43 عاما وأيضا عن قطاع الإسكان والجنيه الإسترلين طبعا مقابل دولار متراجع عند 1.23-43 ننسقل الآن إلى الحديث بالنسبة لعملة اليورو دولار التي تراجعت عند أدنى مستوياتها في 11 شهرا 1.585 لكن راح نشوف تحركات للدولار بعدها هناك تغييرات في ترشيح وزارة الخارجية بالنسبة لأنجيلا ميركل وبالتالي ننتقل الآن إلى حديث عن اليين الياباني مقابل الدولار ارتفع بقوة الدولار مقابل اليين الياباني نحن نتحدث عن ارتفاع خلال أسبوعين كان 7.15% وأكبر ارتفاع للدولار أمام اليين منذ عام 1988 بالتالي الدولار مقابل يين عند أعلى مستوياته في 5 أشهر ونصف نحن نتحدث عن مستويات سعرية 110.92% يعني ارتفاعات قوية عم بيسجلها الدولار مقابل اليين الياباني ننتقل الآن إلى الحديث عن النفط بما أن النفط هو من الأحداث المهمة اللي بتأثر على الأسواق المنطقة ارتفاعات كانت لأسعار النفط خلال الأسبوع الماضي بنسبة 5% نتحدث عن ارتفاعات كانت 46.82 يوم الجمعة ارتفاعات كانت بـ 18% قلص هذه الارتفاعات شو هو قوة الدولار بالتالي هذه الارتفاعات بسط تفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين منتجي أوبيك وبين أعضاء منظمة أوبيك سمعنا أنه سيكون هناك اجتماع بين أمينة عام منظمة أوبيك وأيضا بين إيران حول اتفاق حول التوصل أبدأت إيران مرونة أنه سيتم التوصل إلى الاتفاق وتفاؤل بشأن التوصل لاتفاق المنعقد فيه 30 من نوفمبر 2022 أعضاء منظمة أوبيك اخترحوا على إيران أنه يكون كبح انتاج النفط الإيراني 3.9 مليون برميل يومياً لكن إيران لم ترد على هذا المقترح إلى الآن لكن أبدأت مرورة وأنها توقعت أنه لو تم هذا الاتفاق سيكون ارتفاع لأسعار النفط عندها 55 دولار لبرميل لكن لماذا نهتم بهذا الشأن؟ لأن إيران هي العقبة الرئيسية بين أعضاء منظمة أوبيك تقف حول هذا الاتفاق دعونا ننتقل إلى السوق السعودي أو قبل ذلك إلى الذهب الذي تراجع إلى أدنى مستوياته بـ 15.5 عند أدنى مستوياته منذ 30 من مايو بـ 200% 1208 دولار دعونا ننتقل إلى السوق السعودي كيف أداءه في جزء اليوم بالتالي السوق السعودي ارتفاع 12 نقطة عنده مستويات 6.046 نقطة ارتفاعات طفيفة ننتقل إلى القطاعات في السوق لنرى كيف أداء القطاعات لجزء اليوم قطاع البيترو كيميكا ارتفاع 14% المصارف ارتفاعات طفيفة رغم أنه رئيس لجنة المقاولين فهد الحمادي يقول 40 مليار ريال قيمة الدفعة الأولى التي دفعت للمقاولين ويتوقع أنه سيضم باقي المبلغ قبل نهاية العام هو 100 مليار ريال يعني تم دفع تقريبا 20% المتبقي 80% سوف يتم دفعه قبل نهاية هذا العام الطاقة على ارتفاع باقي القطاعات الأخرى كيف اليوم أداءها في جلسة اليوم الزراعة ارتفاعات طفيفة الاتصالات متراجعة بـ 13% القائمة الثالثة من القطاعات في السوق لديد التشييد والبناء 0.68% تطويل عقايا ارتفاع 53% واختار العلام والناشر متراجع 0.62% دعونا ننتقل إلى مكونات قطاع البتروكيمي كالسابك ارتفاع 13% مكونات قطاع البدو كيف أداؤها في جلسة اليوم بالتالي لدينا مصرف الراشح 14% من ارتفاع البنك الأهلي متراجع بربع نقطة مئوية البنك السعودي البريطاني متراجع بـ 1.8% دعونا ننتقل الآن إلى المكونات قطاع الاتصالات اتصالات السعودية 0.37% موبايل متراجع بـ 0.65% زين عقايا ارتفاع بـ 1.83% دعونا ننتقل الآن إلى سهم مبرد أو بالنسبة إلى السهم الأكثر ارتفاعا في السوق بالنسبة هناك أخبار عن سهم مبرد في استقالة الرئيس التفيذي لشركة مبرد ننتقل الآن إلى فاصل قصير ونعود إليكم لنتكلم عن مع ضيفنا خالد المضيان المحلل المالي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المالي خالد الضيان في شركة الرياضة المالية أهلا ومرحبا بك صباح الخير بالتالي تجاوز مؤشر السوق متوسط المائتي يوما منذ أيام الذي يعد دقت التحول بين السوق الصاعدة والهابضة هل يعتبر هذا التحول برأيك دائم وتغير باتجاه السوق أم أنه مجرد اختبار ويحتاج لمحفزات لدعمه أولا أشكركم على استضافة ثانيا جوابا هذا سؤالك صحيح أنه اختراقه لمتوسط اغلاقات 200 يوم كان مؤشر مهم للحافز الإيجابي من السرسادات الحكومية بالدولار بالإضافة إلى تصريحات المسؤولية فيما يخص دفع مستحقات للقطاع الخاص أدى إلى حالة تفاؤل نشوفها من قبل المتداولين بارتفاعات كانت السابقة والآن تقريبا السوق في مستوى أنه نقدر نقول عنه أنه راح يشكل رقط أو مقاومة مهمة منها نقدر نشوف أنه الموجة الصاعدة راح تستمر معانا للنهاية السنة أولى لذلك نحن نشوف لنظرة مبدئية أنه 6700 إلى 6800 تكون مقاومة مهمة تشكل لنا النظرة الأولية حتى أغلاق هذه السنة هل اتفاق أوبك برأيك هو سيبقى النقطة الحاسبة لهذه الموجة الصاعدة الذي سيعقد في 30 نوفبا 22 والآمان بهذا التوصل؟ طبعا لأن الفترة الحالية نحن نعرف أنه معدل السباط للنفط مع السوق الآسوم السعودي معدل موجود ويهمنا بالدرجة الأولى استقرار سعار السوق النفط حتى لو كانت مستقرة في مسؤولية منخفضة لكن استقرارها يعطينا يعني طمأنينة على أقل على الوضع فيهمنا أنه الاجتماع القادم يعني يخرج لنا باتفاقية أو بقوادر أي اتفاق إيتابي للدعم أو الأثر النفسي للمتداولين لباقي السنة فيهمنا الاجتماع القادم الذي سيكون يوم الأربعة وليس القادم لبعده بيكون يوم أتوقع أنه مهم لكثير من الأسواق طب بالنسبة لذا كانت صرف المستحقات يعني دخل صرف المستحقات حيز التنفيذ بالتالي كما ذكر يعني رئيس لجنة المقاولين أنه تم دفع مستحقات بقيمة أربعين مليون بالتالي يعني هل برأيك إيش تأثيرات سيكون على قطاع البنوك وهل ستشهد تقلص الكثير من المخصصات سوالك تريد صحيح الأربعين مليار مثلت الدفع الأولى من مستحقات المقاولين بالإضافة لو نرجعنا إلى تصريح لجنة المقاولين ذكر لك أنه يتوقعون مئة مليار ريال رح يدفع خلال الأسبوعين الماضية يعني مجموحة بيكون مئة واربعين مليار من الأصل مئة وستين مستحقة فهذا بيعطينا يعني أثر إيجابي بالإضافة إلى بعد الدفع الأولى شفنا حنا معدل سايبر انخفض حدود العشرين نقطة أساس الآن نتداول عندها 2.19% تقريبا فهذا أدى إلى تخفيف الضغوطات القطاع البصرفي خاصة في شرح السيولة بالإضافة إلى لازم نذكر أنه لصدار الناتح لسندات الحكومية بالدولار أعطت يعني خففت من هذه الضغوط أيضا شفنا انخفضات في المعدل سايبر خلال الفترة القريبة خلال الأيام الماضية بالإضافة إلى تقليل المخاوف بشأن القروضة غير عاملة اللي هي مختصة تقريبا في قطاع المقاولين والإنشاءات مع نهاية سبتمبر شفنا قطاع كامل كان في حدود 16 مليار وستمية هذا في مناحية القروضة غير عاملة وكانت مغط كانت في مسؤولية مريحة فالحين مع رجوع رتم الدفوعات للقطاع يعني بتكون في مسؤولية أكثر يعني جيدة للقطاع ككل فتعطيه بعضا من بتحرر من هذه الضغوط أكثر البنوك المكشوفة لهذا القطاع حنا شفناها من ناحية الأرقام الأنمى البلاد الهولندي من ناحية انكشافها لمبالغ المقاولين خالد نضيان المحل المالي في الرياض المالية شكرا جزيلا لك كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن وضع قرابة 35 شركة سعودية ومؤسسة في القطاع الخاص تحت الملاحظة وذلك للسيطرة على الأوضاع المالية والعمالية والإنسانية فيها بعد أن كشفت التقارير عن مشكلات مالية في تلك المشآت ونقلت صحيفة الاقتصادية عن مصادر لها في وزارة العمل أن أحجام الشركات تتراوح بين الكبيرة والمتوسطة وتقع في أربع مناطق بالمملكة بين الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة فيما تستحوذ منطقة منطقتار الرياض ومكة على المركز الأول في عدد الشركات قال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين فهد الحمادي أن الدفع الأولى التي صرفتها جهات ووزارات حكومية للمقاولين خلال الأيام القليلة الماضية بلغت أربعين مليار ريال وتشكل نحو خمسة وعشرين في المائة من إجمال مستحقاتهم توقع الحمادي أن تصل النسبة إلى أكثر من ثمانية في المائة خلال الأسابيع القليلة المتبقية من العام المالي الحالي وأن يتم صرف مبلغ جديد بنحو 100 مليار ريال قريبا مؤكدا أن معظم المشروعات التي كانت متوقفة بسبب عدم توفر السيولة لدى المقاولين بدأت في العودة للعمل من جديد متوقعا أن يحقق قطاع المقاولات خلال عام 2017 نموا جديدا ومقارنة بعام 2016 ارتفعت أسعار النفط مع نهاية الأسبوع الماضي بدعم من التوقعات المتزايدة بأن تجد منظمة البلدان المصدرة لأوبك أو للبترول أوبك سبيلها لتقييد الإنتاج بنهاية الشهر الشهري ارتفع خام القياس العالمي مزيج برينس 37 سنت أو ما يعاد 18% إلى 46 دولار و86 سنت للبرميل فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنت أو ما يعاد 16% إلى 45 دولار و69 سنت للبرميل في أول زيادة أسبوعية له في أربعة أسبوع ارتفع عدد الحفارات قيد التشغيل خلال الأسبوع الماضي بواقع 19 حفار مقارنة مع الأسبوع الذي سبقه حيث بلغ عدد الحفارات 471 حفار قيد التشغيل مقارنة مع 452 حفار بالأسبوع الذي سبقه وللفترة المقابلة من العام الماضي تراجع عدد الحفارات بنحو 93 حفاراً إذ بلغ عدد الحفارات قيد التشغيل لنفس الفترة من عام 2015 نحو 564 حفاراً 564 حفاراً قالت لجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والاستثمار إن الحقوق المتبقية للمساهمين أكثر من 583 مليون ريال لعدد 68 مساهمة وأكد أمين عام اللجنة حمز العسكر أن عدد المساهمات العقارية المنظورة حالياً يبلغ 154 مساهمة مبين أن عدد المساهمات التي تم العمل عليها 518 مساهمة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري وأوضح أن عدد المساهمات العقارية التي تم تصفيتها يبلغ 228 مساهمة أما المساهمات خارج الاختصاص فيبلغ عددها 125 مساهمة وعدد المساهمات بلا عنوين 11 مساهمة طالبت وزارة المالية الجهات الحكومية بسرعة حصر جميع الوظائف الشاغرة لديها بغير نشاطها الأساسي التي مضى على شغورها أكثر من ثلاث سنوات أو التي مضى عليها أكثر من ست سنوات في النشاط الأساسي هذا ما حسب ما نقلته صحيفة الجزيرة أعلنت مجموعة محمد الماجل أن جميع أعضاء مجلس الإدارة قد تقدموا باستقالة جماعية بتاريخ التاسع عشر من نوفمبر على أن تسري الاستقالة اعتبارا من 21 من نوفمبر 2016 وأرجعت الشركة سبب الاستقالة إلى عدم تمكن المجلس من تحديث بيانات الشركة في السجل التجاري بإضافة إسماء عضاء مجلس الإدارة الحالي وعدم إمكانية تعديل معلومات الغرف التجارية واعتماد التواقع عقد في العاصمة القطرية الدوحة عمال اجتماع الوزاري الثامن عشر لمنتدى الدول المصدرة للغاز برئاسة دولة قطر الاجتماع الذي تشارك فيه 19 دولة يبحث أوفاق تعزيز سوق الغاز العالمية بجانب التطورات المتعلقة بأسواق الغاز في العالم اعتماد استراتيجية طويلة الأمد لمنتدى الدول المصدرة للغاز هو محور الاجتماع الوزاري الثامن عشر لمنتدى الدول المصدرة له مع بحث اكثر الطرق فاعلية لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتطوير اسواق غاز على قدر عال من الشفافية يسعدني ان اقول اننا نجحنا في مهمتنا هذه السنة كانت سنة نجاحات وهذا الاجتماع يعتبر حدثا خاصا لبحث اوضاع سوق الغاز الطبيعي التي تواجهها الدول المشاركة الاجتماع تطرق الى التهديدات التي تواجهها صناعة الغاز عالميا وهو عدم التزام المستهلكين بالعقود على المدى الطويل متحججين بانها تحدد الاسعار ومستوى التصدير في حين توفر لهم السوق الفورية خيارات اكبر من تلك المحددة في عقود على المدى الطويل بالنسبة الاسعار الحقيقة في زيادة في الانتاج خلال السنوات القادمة وهذه من المتوقع ان تضقط على الاسعار ولكن كأي شيء لازم يصل الى مرحلة التوازن ونتوقع مرحلة التوازن خلال سنوات قليلة الدول العضاء البالغ عددها تسعة عشر تمتلك سبعة وستين بالمئة من احتياطي العالم للغاز سأمل اليوم في تمويل مشاريع البنى التحتية في نطاق واسع حيث سيرتفع انتاج الغاز بحسب التقارير الى 5.2 تريليون متر مكعب من الغاز بحلول عام 2040 على المستوى العالمي ويرى المراقبون بان ملفات الغاز على الطاولة واسعار النفط في الكواليس لا سيما وان الاجتماع يعد فرصة جيدة لبحث اوضاع السوق النفطية الراهنة خصوصا مع قرب اجتماع الدول المصدرة للنفط ضح الحداد الاغبارية الدوحة نهاية نشرة شكرا لتبع المتابعة وإلى اللقاء